قبل الفاصل بحضرك بتتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي تغطية الإعلام الأجنبي لثورة 30 يونيو إزاي إدر الإعلام المصري في هذا التوقيت أنه يوضح حقيقة الأمر سواء في الداخل أو في الخارج ويتصدى لكل هذه المحاولات بص يعني خلينا نقول برضو نحط الأمور في حجمها الطبيعي لأن أنا مش مع بعض الناس اللي بيقولك أن الإعلام المصري أهم بالثور أنا المصري ما عمش بالثور الإعلام المصري يحسب له وسيكتب له التاريخ أنه قدر يعبر بشجاع عن غضب المصريين في الفترة دي يعني مع أنه كم الإرهاب وكم التهديدات وكم الوعيد وكم اللي يتحمله الإعلام في الفترة دي أو الإعلاميين أو الصحفين كان كم كبير يعني لا تتخيل أنت طول الوقت مطارد طول الوقت بتشتم طول الوقت بتتهان طول الوقت خايف قصروا مدينة الإنتاج الإعلامي والتلفزيون وكانوا مجرمين ما هم يعني في النهاية ما قتلوا الحسين يا بوضيف الله يرحمه الله يرحمه فما كانش عندهم وازع دي من الحاجات برضو اللي احنا بنفخر بها في الوطن احنا زي ما يلنا في الوطن سجلوا لحظات الاتحادية والفيديوهات بتاعتهم اتخذت في المحاكمة وبعد كده كل الأفلام اللي حصلت على تين يونيو الفيديوهات دي كانت مصدر احنا جبنا أمينة والسفير يحية وكل الناس اللي كانوا بيعذبوهم دول بيعذبوهم بيعذبوهم تعذيب يعني صعب يعني حاجة بعيدة عن الإسلام وبعيدة عن الإنسانية حتى فالإعلام قام بدور في ان هو يعبر بشجاعة عن مطالب المصريين يعني لو الإعلام تغافل ربنا يعلم يعني حتى أنا فاكر ساعتها لما كانوا يطلع يقولك الإعلام عامل حملة على الإخوان أو كده أو كده فجماعة بقولهم طب احنا مثلا كنا بنطلع نقول الكهربة مطوعة لو كهربة موجودة الناس هتصدق لو أنا دلوقتي تلات دلوقتي كهربة موجودة لو تلات دلوقتي قلت حد تلع عليك كهربة مش موجودة محدش هيصدقه البنزين يعني إحنا إحنا أنا بقولك أنا شخصيا يوم كنت راجع نبور سعيد وغيرها كنت معاني مش لقى بنزين يعني 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 وتعدى على البنزينات لمقفولة لتوابير بالبتاع طب يعني 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 فيه موقف اللي كان موجود في الشارع والراجل الراجل ما بيمنش حاجة غير إنه بيجذب يعني 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 الراجل عمال بيحل كل مشاكله بالكذب والكذب ده يعني سمة صعبة لإن اللي بيجذب يعني اللي بيجذب ده يقتل ويخون ويعمل أي حاجة لإن الكذب يعني يعني حتى لما طلع مثلا في الخطاب بتاعه الشهير وبيحكي على إن مشكلة كهربة في العشرين جنيه اللي بيقودها الرواد اللي مش عارف إيه العامل آه فتفهم إنه ما فيش حل المشكلة يعني أنا نيجي السنة الجاية ما فيش حل لإنه خلاص إحنا اختزلناها في كلامها بل إيه السكينة والكلام ده استهدافه الأسماء معينة حتى يعني 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 أنا برضو فاكر إن أنا في زي اليومين دول برضو من عشر سنين كده كتابت على الفيسبوك إنه أكبر دعم لتمرد هو مرسي نفسه يعني كل ما بيتكلم أو بياخد قرار الناس بتزداد غضب لإنه أكبر دعم لتمرد هو أكبر دعم لتمرد فكانت عملية كانت أيام صعبة الإعلام زي بيقولك لعب دور وأنا أشعر إن في الفترة دي ممكن وبعدها بسنتين كمان كان فيه نوع من الامتنان من الشعب المصري كنا نشعر به في الشارع يعني يعني صحيح وكان فيه استهداف كمان تحديدا لتلفزيون الدولة الرسمي وكان فيه تدخلات كتيرة جدا في حاجات كتيرة في التلفزيون المصري يعني أنا آخر حقيقة كنت ممكن أتخيل أن صلاح بمقصودة يمسك وزير الإعلام صلاح ولا صحفي بارع ولا أي كادر بارع ولا يعني يعني وراجل نقابي بس لكن يعني 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 ما عندوش أي فكرة عن أي حاجة فما كنتش متخيل هما هي فكرة ودي برضو الكسة إن الثورة خلت مصر المصريين هو كانت الإخوان هي مصر الإخوان يعني أنا فاكر لا كانوا بيعملوا حاجات وكأن البلد بلدهم وكانهم قاعدين وده كلام اللي قالوه قاعدين 500 سنة وقاعدين 200 سنة بتجبر غير طبيعي يعني وبعدين أنا بقولك أنا كنت بغطي مجلس الشعب في الفترة ما قبل 2011 وكنت تعرف معظمهم يعني يعني معظم الكباردين شايفة أن يعرف لأنهم تغيروا حتى على المستوى يعني تغيروا تماما وبعدين حتى مثلا النواب اللي هما كانوا معاهم مستقلين هما بيلموا على النواب المستقلين بعد وهما قاعدوا مشوا مراحل أول ما وصلوا أول ما وصلوا اختلفوا مع كل الناس يعني يعني لما راحوا فرمن توضحكوا على النغبة الخيبة وقالوا لهم إحنا كويسين وبتاعوا بس يقفوا معنا وضد شفيق وبتاعوا وكلام اللي لها بلده والتانيين راحوا عيدوهم وأول ما وصلوا بقعوهم إذا كانوا وعدين زي ما حضرتك قلت المتغطي بالإخوان عريان طبعا لأنهم ملهمش عهد ملهمش عهد ولا ليه موعد أنا كاتب مرة ما قال برضو في الأيام الإخوان اضحك عدون ولتقولوا هما تفتكروا أنهم بيتحكوا على التغيرات المدنية بس عشان معهم حتى على الجماعة الإسلامية وحزب النور وكل الكلام ده الإخوان ديحكوا عليهم وعدوهم بمناصب معينة ما تدهولهمش وعدوهم في مجل الشورى ما تدهولهمش وعدوهم مش عارفة هما يعني يعني ودي سمة بعيدة المفروض تبقى سمة بعيدة عن الرجل المتدين يعني أنه هو وعد ويخلف وعشان كده شفنا في الوقت ده أنه كبار رموز الدولة التفت حوالين أهداف موحدة وهو تعديل المصار والتفت حوالين فريق أول عبدالفتاح السيسي أنا ذاك شفت إزاي اجتماع بمؤسسات الدولة المختلفة أو كبار الرموز وراء الفريق أول عبدالفتاح السيسي في البيان بصي خليني أقول أن ده من الاجتماعات اللي أنا لما شفتها انبساطة جدا لأنه فيه درجة من الاختيار والكفاءة في إدارة المشهد درجة يعني كبيرة جدا أنت جايب كل رموز العمل وجايبهم وبتتناقش معهم ومش ما كانش فيه وفقا لشباب تمرد ما كانش فيه مش بيان رايحين يصوتوا عليه لا ده منقشات أصفرت عن هذا البيان وحتى تم دعوة سعدك كتابني فأنا ذاك رئيس حزب العد دعوة ما رأش وكان فيه حزب النور عشان الناس ما تقولش أنه هو كان ضد الإسلام كان فيه البابا توادرس كان فيه دكتور رحمد الطيب كان فيه رئيس المجلس على القضاء كان فيه قيادات الكوات المسلحة كان فيه شباب تمرد كان فيه جابة الأنقاض ممثل لها دكتور برادة فكل الأطياف موجودة وكل الناس أجمعت الإخوان يعني كانوا مش مصدقين ولا يعني مستعبطين ولا تفهمهمش يعني أنت شايف كل دول وبرضه طالت تكذب وطالت تنكر يعني أنا فاكر شفت لهم تصرحات قبل الثورة بأيام بسيطة فكان يقولك أن الثورة دي مش هتخرج خارج الشاشات خارج مدينة الإنتاج الأعلام يا سيد دي خارج يعني أنا أخلي بالك الثورة دي كان يوم الحد يوم الجمعة كان في التحرير فيه أعداد كبيرة جدا ملايين تدول على أن يوم الحد هيبقى أكبر من كده أنا أفاكر الميدان اتملأ احنا شايفين يمكن الميدان الميدان اتملأ الظهر يوم الحد أنا كاتب ساعتها باي باي مرسي يعني خلاص الدنيا الدنيا واضحة تماما وهم مش هادم يصدقوا لدرجة أن بعد اختابوا الأولاني كتابة على فيسبوك برضو فأخشيناهم فهم لا يبصرون هم يعني مش شايفين أو هم خلاص مرانين وعاديين بره بحاجات فمش قدامهم وخلينا نفتكر برضو الوحراج بتكلم على الإعلام الدولي الموضوع اللي عمل لديه الجاردين الجاردين واخدى حوار خاص من مرسي يوم تلاتين ستة والحوار الخاص احنا كلنا فاهمين ما بيتخدش إلا لحد قريب منك يعني في موقف زي ده لأن ده سبق فظيح تاني يوم كتبوا على لسان مساعد رئيس جمهورية رفض ذكر اسمه وغالبا عصام الحداد أن الشعب أن الجيش لن يستطيع أن يتحرك لأن الجيش مرتبط بأمريكا وأمريكا لا توافق على عزل المرسي كده حتى نكتبت ساعتها مقال في معنى الخيانة العزبة ما كانش ده الخيانة عزبة يعني بص هي رهاناتهم هي دي رهاناتهم هي دي رهاناتهم من الجيش مش هيتحرك لأن أمريكا مساعداتهم فدول ولا درسوا جيش هم يعني ليسوا من النسيج المصري يعني عشان كده ما تألفوش مع المصريين ما هويت هم طول الوقت كده تحس إن هم لوحدهم فعلا فهم بس يتحكوا على المصريين لكن ما ده ما جوش فيهم يعني إزاي الجيش يعني الجيش يسمع كلام أمريكا بش يسمع كلام الشعب طب يعني طب يعني يعني فيه منطق يقول كده